عقد نائب وزير الصحة والسكان محمد طيب اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة سلاسل الإمداد الدوائية والمستلزمات والأجهزة الطبية ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المنظومة ومراجعة أرصد الأدوية والمستلزمات الطبية كما وجه نائب وزير الصحة والسكان بضرورة التنسيق والعمل الجماعي مع الجهات المعنية لتوفير مخزون مستدام من الأدوية والمستلزمات لضمان انتظام العمل بالمنظومة الصحية وانتظام إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار